بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصتي اليوم إن شاء الله اختبار شامل في مادة التربية المدنية للفصل الثالث للسنة الأولى ابتدائي قدمت لكم اختبار شامل أيضا في مادة التربية المدنية اختبار في مادة اللغة العربية للسنة الأولى ستجدون الروابط في صندوق الوصف إذن في هذه الحصة جمعت لكم جميع التمرين المتوقع ويمكن تكون في اختبار الفصل الثالث هكذا تلميذ السنة الأولى ابتدائي يضمن العلامة الكاملة بإذن الله إذن لدينا التمرين الأول اربط كل عبارة بما يناسبها لدينا في الطرف الأول لدينا وثائق الشخصية نقول قاسما نقول تثبت هوية أم نقول الدنار الجزائري إذن وثائق الشخصية تثبت هوية جيد يكون حل التمرين هكذا في البيت الأم تقوم بالقراءة التلميذ يجير لدينا العملة الوطنية هي نقول قاسما أم نقول الدنار الجزائري العملة الوطنية هي الدنار الجزائري لدينا النشيد الوطني نقول قاسما أحسنتم طبعا بعد مراجعة الدروس نبدأ بحل التمرين لدينا التمرين الثاني أكمل ملء الفراغات بالكلمات المناسبة لدينا مفدي زكريا قاسما جزائري محمد فوزي إذن هنا لدينا عنوان النشيد الوطني هو نقول مفدي زكريا أخطأ نقول قاسما جيد لدينا ثانيا لدينا هو الذي ألف النشيد الوطني وهو شاعر ماذا؟ من الذي ألف النشيد الوطني وهو مفدي زكريا جيد مفدي زكريا هو الذي ألف النشيد الوطني وهو شاعر جزائري أحسنتم يعني التلميذ يعيد قراءة الكلمات مرة أخرى أو يتذكر هنا ويضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب يتكون النشيد الوطني من مقاطع إذن طبعا التلميذ بعد كتابة الكلمة مثلا قمنا بكتابة مفدي زكريا أضع علامة في تحت الكلمة هنا يعني خلاص ما نرشأش ليها بقيت لنا هنا كلمة محمد فوزي نقول يتكون النشيد الوطني من محمد فوزي مقاطع خطأ نقول يتكون النشيد الوطني من خمسة مقاطع ولدينا لحن النشيد الوطني محمد فوزي إذن الآن نشوف التمرير الثالث لدينا التمرير الثالث لون مربع العملة الوطنية بالأحمر إذن هنا لدينا عملة لدينا مجموعة من النقود أوراق نقدية ولدينا قطاع نقدية أيضا يتعرف التلميذ على العملة الوطنية يعني الخاصة ببلاد الجزائر ويقوم بتلوين المربع باللون الأحمر إذن هذا فيما يخص التمرير الثالث طبعا يمكن يكون أيضا تمرير حول هذا في اختبار الفصل الثالث إذن لدينا التمرير الرابع اربط كل وثيقة بمكان استخراجها لدينا البطاقة المدرسية لدينا الدفتر الصحي لدينا المركز الصحي ولدينا المدرسة إذن البطاقة المدرسية نستخرجها من المركز الصحي أم من المدرسة من المدرسة الدفتر الصحي من المركز الصحي لدينا خامس ضعصات هنا الصحيح أمام العبارة الصحيحة وحرف خ أمام العبارة الخاطئة العملة الوطنية هي الدينار التونسي هنا التلميذ يستمع ويميز إذا كانت العبارة صحيح أضحر فإصاد إذن هي الدينار التونسي خطأ توجد نقود ورقية فقط هنا فقط إذن هنا العبارة خاطئة توجد نقود هكذا ونقود هكذا كما يظهر لكم الآن على الشاشة لدينا في كتابي الرياضيات أجد معلوماتي الشخصية نجد المعلومات الشخصية في كتاب الرياضيات لا خطأ توجد نقود معدنية فقط أيضا خطأ كما قلنا توجد نقود معدنية ورقية إذا قال لنا هكذا توجد نقود معدنية لم يوضف فقط نقول صحيح لكن إذا قال فقط هذا خطأ أجد معلوماتي الشخصية في بطاقة المدرسية نعم صحيح إذا هذا بما يخص التمرين الخامس إذن لدينا التمرين السادس أكمل ملء الفراغ بما يناسب أجد معلوماتي الشخصية فيه أين أجدها رقم واحد رقم اثنان رقم ثلاثة مطلوب من التلميذ الآن الكتابة بدون أخطاء إملائية طبعا أين أجد المعلومات الشخصية موجودة في التمرين يقدر يرجع التلميذ للتمرين هنا يباشي يتأكد أكثر أنه ما توجد حتى أخطاء إملائية إذن نقول أجدها في البطاقة المدرسية الكلمة هنا البطاقة والمدرسية موجودة في التمرين الرابع أيضا في الدفتر الصحي قمنا بكتابتها في التمرين الرابع يعني هنا التلميذ فقط يكون ذاكي أكثر يشتهد أكثر أقول يشتهد أكثر إذا ما تمكنش من الكتابة هنا وكان عندها أخطاء إملائية وماش يمتأكد أو ما عرفش يكتب الكلمة هنا يقدر يرجع فقط للكلمة للتمرين سيجد الكلمات إذن لدينا ثالثا جواز السفر بالنسبة لهذا الهاتي الكلمة يتذكر فقط إذن هذا فيما يخص التمرين السادس طبعا الخلاصة الخاصة بهذا الدرس وثائقي الشخصية يحفظها التلميذ لدينا أيضا الخلاصة الخاصة بالعملة الوطنية هي الدنار والجزائري أيضا يحفظها التلميذ هنا بدون أخطاء إملائية لدينا سابعا أكمل كتابة المقطع الأول من النشيد الوطني إذن هنا مطلوب من التلميذ كتابة الكلمات النقصة لدينا الكلمات هنا واحد اثناء ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يتذكر قاسما بالنازلات الماحقات وهنا يكمل والدماء يكمل هنا الكتابة بدون أيضا أخطاء إملائية إذن هذه كانت حصة اليوم اختبار شامل في مادة التربية الإسلامية واختبار اللغة العربية ستجدون الروابط في صندوق الوصف بالنسبة للنماذج سأضعها إن شاء الله في صفحتي على الفيسبوك راجع دروسك مع بشرة أمل أيضا في المجموعة الخاصة بالدروس وبالقناة راجع دروسك مع بشرة أمل للسنة الأولى والثانية والثالثة ابتدائي إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر